يا اهلا بكم يا اصدقاء مساء الخير عليكم طبعا هذا التكبلة للفيديوهات الجاية ان شاء الله بما انو هنحن ندخل حلقة رقم واحد بتعلم لغة جافا سكريبت فراح اعلمكم اول سكريبت انو شلون نخفي نص ونكتبه بداخل السكريبت خاطر ما يبين بالبراوزر وين مكتوب هذا النص مثلا عندي هاني هذا النص اللي هسا رح اظلي لامامكم اريد ما اكتبه بباريغراف تاق الباريغراف بي اللي هو هذا اريد اخلي صورة عامة بتاق مخفي فنستخدم سكريبت اهنانا فخلي شوي اوقف الكاميرا مالتي خاطر تظهر رأيتكم الصورة بشكل اوضح وارتب فهسا هنانا يا اصدقائي يحتاج من عندي انو هاذا الناس اخذ كله كات اوكي يعني اه اخذ كات خلي نلغي ترات ناخذ كونترول اكس كونترول اكس اخذنا كات اوكي اهنا داخل البي داخل البي يا اصدقائي اخلي اي دي وهنانا بداخل الاي دي خلي نسميه مثلا اه ديمو اي اسم اوكي هسا التاق صار مخفي اوكي يعني النص هنانا مخفي سوينا تاق اي دي ديمو اهنانا راح بجي اكتب سكريبت مثل ما تلاحظون اكون هنالك تاق اسمه سكريبت فداخل السكريبت يا اصدقائي اهنانا نبدي نكتب لغة الجافة السكريبت فعدنا هاي لازم تحفظوها يساعدنا بالاوتبوت او بالمخرج يعني فعدنا كلمة اسمها دي كيومنت هاياتا امامكم دي كيومنت وتخلي دوت فهنانا هم راح يطلع لك عدة صحولة فانكشنات دوال فانتا تبحث عن كلمة فهنانا element by id element by id لانا اكو by class name اذا تلاحظون واكو by id فاحنا بما انه سوينا id للبارغراف اوكي فنفتح قوس ونغلق قوس وبداخل هذه القوس ننخلي double quotation ونكتب كلمة demo اوكي انو يا محروس الرسالة والبوبق هذا البرغراف اللي يحمل id demo اه راح استدعي بجافا سكريبت اهنانا واخلي dot inner inner html يعني راح اخلي اه النص هذا في داخل inner html يساوي وافتح اهنانا double quotation واسوي الكود العفو النص اللي اخذتكات اجيبه اهنانا راح اخلي اهنانا سيمي كولوم بعد كل dollar بجافا سكريبت لازم اخلي سيمي كولوم اوكي هس لو سيفنا يا اصدقائي شرح يظهر راح يظهر الناس امامنا اهنانا راح يظهر الناس اهنانا امامنا يا اصدقائي بس ولكن اهنانا اني خفيته من التاق يعني لو رحت على الانسبكتر لو فتحنا بالانسبكتر لو فتحنا بالانسبكتر راح ما يظهر لي انه انا مستخدم بارغراف فعادة نستخدم تاق بهذا الحجم وهذا السكريبت تريد تخليه انت اسفل الارغراف اسفل التاق او تريد الشيلة مثلا وتخليه بالاخير اسفل يعني فوق تاق الغلق البودي وتخليه اهنانا ايضا وسيفه هم راح ينزل نفس ما هو ليش سوينا له رفرش اهنانا راح ينزل ليش لانه اخذ كلمة الديمو اوكي النص وجبنا النص اللي انا ردد اهنانا اخليه اوكي هاي اول شغلة يا اصدقائي هاي احسا اتعلمنا انه شون نخفي نص موجود تاق الارغراف اخليه داخل السكريبت اوكي وانه اغير لي المعطى مالته طبعا اهنانا اقدر اساوي ايضا فتارغراف اخر مثلا بي وبداخله اخلي ايدي مثلا واسمي كلمة result يعني ناتج هو ماكو كل شي هنا بداخله كل شي ماكو هنا بداخله فاجي مثلا اهنا بداخله javascript فاهنانا فوق خلي اكتب document طبعا اهن هاته موجود .get element by id اهنانا اول واحد موجود وافتح قاوس واخلق قاوس واخلي double quotation واكتب كلمة result مثل ما مكتوب بال id الفوق اللي اعني كاتبه result نفسه هو لازم يكون اوكي واهنانا .inner html واقول له يساوي خمسة في زائد هذا خلي نشوف الفي وين في مثلا اربعة وخلي سمي كولوم ولو اجي اسيف يا اصدقاء رح تجي بعد هذا النص بعد هذا النص رح يجي لي ناتج اللي هو اللي موجود امامنا فلو نلاحظ انه اهنانا صار عدي 20 طبعا اهنان ديش ظهر عدي 20 انا حقول لكم ديش لانه اهنانا بالسنسيت انا تلاعبت ب اه الديمو سوري انه مو بهذا النص وانما بهذا النص هذا هو تلاعبت بيدي انه اذا تلاحظون هذا هو العنوان هذا هو العنوان فاهنانا قدرت اسوي ماكو شي بداخلهن ماكو شي بداخلهن بس خليت الى اي دي بداخل الاي دي سويت سكريبت معين اتخلي بداخله النص فمثل ما تلاحظون امادكم هاي سكريبتات اثنيا سواء كان عمليات رقم او نص نقدر نسويها بهذه الطريقة هذا احنا نسميه جاذا سكريبت اوت بوت انه تلاعب بالمخرج وهو ما موجود بالHTML فهاي واحدة من الاشياء ليستخدمها يدعم بالبراوزر جاذا سكريبت مثل ما قلنا بالفيديو السابق بعد يا اصدقائي خلي نسوي فد بوتن معين هنا انا بوتن بوتن معين وبداخل هذا البوتن ايضا يطلع لي فد ناتج معين او يطلع لي فد رسالة تنبيه مثلا فخلي نجرب اولا الناتج معين فنختار tag اسمه بوتن وبداخل هذا البوتن احدد الصفات اللي انا اريدها فاقول له type يعني هو من يانا وهذا البوتن اوكي ترى هو من نوع بوتن menu reset submit فاقول له لا هو ترى من نوع بوتن يعني بوتن هو اللي هو شون عملية مربع انه تضغط عليه يسوي لي فكشن معين او فدالة واقول له اذا ضغطت انا على هذا البوتن فخليلي بداخله مثلا يطبع لي مثلا document.write معناته طبع اوكي document.write معناته اطبع لي .write اطبع لي مثلا شا تريد مثلا يطبع لك افتح قوس اغلق قوس مثلا كلمة hello اخليها ب double quotation hello اطبع اطبع هنا اطبع هنا ما راح اخلي double quotation راح اخلي بس كلمة hello بما انه موجودة double quotation اوكي واهنان اقول اقول على هذا البوتن سوري راح اطبع هنا 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 لو سيفت اهنانه راح يظهر لي بوتن اسمه كليك هير لو ضغطت اهنانه ما طلع كلمة الهلو لازم انه نخليها بدبل كوتيشن خلي نجرب مثلا فد رقم خمسة زائد سبعة هنشوف انه راح يطبع سيفت كليك هير طبعا طلع للناتج بصفحة ثانية خمسة زائد سبعة اطمعش طبعا للنص يمكن يحتاج انه كوتيشن ابو المرة واحدة اللي هو هذا كلمة هلو خلي نجرب نسيف ونشوف رفرش طبعا هنا لازم نغلق ونفتح من جديد مفروض انا من اضغوط يفتح لي فالنافذة جديدة بالكليك هير يطلع لي كلمة هلو طلع علي اذن صفحة ثانية كلمة هلو يا اصدقائي فهنانه صار عدي بهذا البوتن دعم لي جافا سكريبت دعم لي بشكل هاي هنا طبعا انا ما خليت الداخل سكريبت بس من كتبت اون كليك يعني بالضغط هنا انا خليت كود الجافا سكريبت اللي هو هذا انه انا اذا اضغط على البوتن يفتح لي نافذة ويطبع لي كلمة هلو اوكي هاي ايضا معلومة ثالثة بالجافا سكريبت بعملية جافا سكريبت اوتبوت تريدون ايضا نخليها بدارس اخر انه شون يطبع لي فاد ميسج داخل البوتن اذا ما اضغط عليه يطلع لي فاد ميسج نخليها بنفس هذا الفيديو ايضا نستمر انه نخليها بنفس هذا الفيديو بعد يا اصدقائي نفس هذا البوتن او نخلي اليرت نخلي بوتن اوكي زيان رح اسوفت فقرة بالجافا سكريبت انه اهنانه ساني عندي بالسكريبت هذا اهنانه بهذا التاق رح اسوفت فقرة انه كلمة اليرت معناته ميسج او تنبيه فبداخل الاليرت هنا من رح افتح قوسين رح اخلي هنا طبعا سيمي كولوم بالاخير رح اخلي فاد ميسج اهنانه دابل كوتيش خلي نجرب إسمي ميسج اسمي مرحبا بكم يا اصدقائي وراح اجي اسيف اهنانه فطلعت اهنانه هذا المسج امامكم ميل دونج دير ويبسايت اهنانه مكتوب مرحبا بكم يا اصدقائي اذا يا اصدقائي الى هنا خلي نغلق وننهي هذا الفيديو خاطر في الدرس السابق ناخذ اه في الدرس السابق شنو في الدرس القادم ان شاء الله ناخذ بعض المفاهيم انه شون نستخدم usingconsole.log هذا رح نشوفه لكم ايضا انه ش رح ينفذ الي اذا ضغطت مثلا على فد نص معين وهذا رح يغير لي ورح يطلع لي ناتج يا اصدقائي فنخليها بالفيديو القادم باذن الله ونتمنى انه استفاديتوا من هذا الدرس من هذه المعلومات في javascript يا اصدقائي داخل لغة ال html في الفيديو الاول من تعلم لغات javascript تحياتي لكم اخوكم عبدالرحمن في امان الله شكرا